قاتل 12 حدثة سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح سوابق عديدة ومتكررة مجموعة الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخيري مصاب عها مستديمة بلطدي سابق يمتاز بقواته الجسمانية الضخمة سطو مسلح أيضا بدأ حياته في تواف كبريهات شرع الهرم مجموعة أحكام اللي عليه 35 سنة بدأوا عماشا سرقة مواشي من الأرياض انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كندورجي ومخزنجي التلاتة نجحوا منهم يهربوا من السلم وفتنوا لهربهم خطفوا واحدة اسمها دعا ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي اللي خطفوهم له أبوز يديكم قربوني من هنا سبوني أبوز بوغزيني لو تبرايه وانا أوزنا منك حاجات كتير هاي احنا منذ الوقت عايزين شاءنا علاقنا صوتة الفلوس اللي سبقناها احنا واخن جوزك حالة فيه وتسفعنا بسباب هاسمين طويلة قاود في السجن يا فين تدقوني قولي لغاية حاجة على شنة دي خانس تدقوني يا تدقوني عارف يقلنا بعض متلسانه انو خب شنة عند احنا بجوزة قبل ما يطلب حليق احنا لو بيعدت صحيح يسلم مشانة الفلوس عشان يستلم تساق سانية انا مليش نعم مليش نعم وفي اخر محاول انقض على خير رشاد ودوي استشهد المنازم متحة علام وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف من الثلاثة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بلاشاط المريب في تجارة العملة والغريب للجواهرجي داد رغم اعترافوا بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة للعملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السودة بشكل غير شرعي ده اغلب ظلمنا يا فلاد طيب وشرككم الرابع لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني ورغم شرصته وعنفه اللي انه ما حاولش يهرب والعجيب انه كان قدوه حسنا وهو مجلد في الجيش وكان من ابطال الرماية واسمه حلف الأباء مش حاولك حالك حالك تعزهاولي في عشت اللي هيا ما اصفاكم انت برق ليه ها مبرق ليه انا بتريح من اللي برقلي اه 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 حيا اه 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 حنفي اه انا ساعة الباش سانية واحدة وفدارها واه اه صيبه حنفي نحبك صيبه من عني يا براج اه حافظ الفراغ يا ولا حت بدون السجن الثاني زي كل مرة راقمع قدامي قدامي يا حنف أنا نفسي أفهم أنت عايز ليه؟ أنا مش عايز حاج أنا عايز كسيبوني في حاج لحد لو دعوة بي ولا لي دعوة حاج يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوصا؟ والله مش حيخصر وهو على أدت لدخلية أبطل اللي خارجين حتى يلاقي حتة توفيها لدي وأكررك معك أنت مجيش سجنة بمغرية إلا ما رحلناك عليه علشان تبهد هو برضو ما فيش بايدة أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الكل ومن تحت راسك واحد بقى أعوض والتالي انتحر والتالي فودي لقى صراحة المجالية نصيبهم بقى أطلبها هنأمل إيه؟ على المجموعة الأحكام نتحكم عليك بيها وانت جوا السجن بسبب عميلة دي بقيت قدي إيه؟ أنا ما بقيتش عدي يا مواصر خمسطاشر سنة ده جيل الصراح بقى أعوضية السرق اللي رابطك علينا ما أنا تمام ما حاجتش يدوشنا على الطرف أنا اللي حيتقلمنا هعط سباعي في عيني إن شاء الله أكون فيها إعداد يعني مش نقول جبعة لبرة طب أنا بقى أعرف السرق بيك يا حالف يا عباة الجيلة عشرين جلدة قدار زميلة وبعدها يتربل بتاعديد عشرين دلزة ليه؟ وقلنا عملت اتقلاب ده حيث تبقى الثلاثة هش غروح غروح من الوش غروح من الوش يا الله ما تستنى مالحوم علي إيه؟ يا الله قدامي يعني أبتغلت عليكم قدامي زيبال أربعة ناش خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لا بقى ديل خمستاشر ديل عشرة يا حالف هو أنت اللي بتتضرب ولا أنا؟ طب إيه ربقى نديل سبعتاشر إيه في إيه؟ في إيه ده إيه؟ بيغرض في العادة أنت تسكت خالف جمل عشرة حيث كده تتشكل فوراً فائد بحث وتتعامل ممنوع التحريات وتتسالم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العام هو من أكفى الزباط اللي خدموا معايا وحياء طريقة الحاجة في القضية دي والدور بعمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلقها موسيقى اشتركوا في القناة اعداني اشتركوا في القناة بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا وساعتها هيبقى فيه كلام تاني قرار المخدرات دلوقتي فيه اعدام مش كده ولا ايه اه دي تلاقي حاجاتت بقى اعدم الاخر مقدم شريف بركات مباحث اهلا وسهلا حاجة ساعة يا عربي فيزيونات كماني انا اسم حنفي اللي قباها طلباتك خيري ورشادي وبدوي الايه وفين في استعلمات في الداخلية باشا ممكن يقولولك على كل حاجة قول تسمح عليك براحتك انا بس حبيت اقولك علشان ما تسمعش من برا وابقى صرت في حقك تقولي ايه خيري ورشاد وبدوي هربو من السجن امتى حشيش هربو امتى وازاي امتى وازاي مش مهم بالاذن بالاذن ازدك معنا طب اشتغل حاجة الساعة ملحوقة نسيت اقولك يا حنفي خيري ورشاد وبدوي خطف امرات اخوك بالاذن يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا اسعد الباشا يا باشا اسعد الباشا ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي اوزي امسحي اودي في الكلام الكلام اخدوا عطا برضو طلباتك يا ابا كلام ان انت قلت تقولي ده بادو ولا ملعوب الملعيب المباحث لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع مستعدة بعثلك حد من اهلا تسأله عاملوها اولاد الكلام ما خطف امرات اخوك ليه يا حنفي هتعملوا معاهم ايه انا احنا بندور عليهم ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم انا اللي صعبان علي يا امرات اخوك الغلبانة يا طرق عاملين فيها ايه اكيد مورينا هلويلة حنفي وده اللي خلنا جسألك ألاقيهم فين مش هتعرف توصل لهم دعا الفائدة زي دود الارض لليهم صاحب ولا مكان صعب انك تعرفوا ويفكروا ازاي لو ساعدتني حوصل لهم أساعدك أساعدك ازاي وانا محبوص في قوله قد الحق يبقى اتفاقنا اتفاقنا قال ايه هخرجك من السجن لحد مقبض عليهم مش فعل انا معايا كل الصلاحيات قلت ايه اتفاقنا ماشي ايه ده باشي انا ما اتفاقناش على كده انا ما كانش مي بين وبينك اتفاق من اولا كده ايه امشي انت ساكن ماشي ايه دي عربية ازا ما انت شايد بتاعتك وما لسرقها ايه ده تنفع في السرق انتك تحصله ولا بتاع عربية وبعد ايه انا كنت اتفاق راكب مارشينز انا لا حرامي ولا مرتاشي ومش نبماني يلكم انا اقصر مش كاتك يلكم هنطلع على فين دلوقتي هنطلع على قد بع مطعم في مصر ناكل لقمة حلوة ونروش بزاستين بيار تكونش فكر ان يواخدك افسحك انت اتكلم قولي دمارك فيه ايه اكل الاول حنفي اكل الاول ايه ناكل ناكل برد تنسوا اشح ترابيزة لو سمعت بقولها ترابيزة بحرة اعملي اهما ترابيزة تتمح لي نعم ترابيزة للاتنين لو سمحت اربعة عشان خطة وجوزة لي ليه في حال هنا طعمي ميرا ساعة عزو اهو محتبو ايه اهو بلدي والله زمانه حشتولي عيلي عالحلاوة كلام ايه ده باشا او فزو او نجيب الاكل مع المفين او اللحمة هنا باشا ايه ده العذاب تجعكا جدير مش انا يا مداء فتحترموا نفسيك يا اخي لما عمز يا مداء بلاشا غرف طعمي بي رديني يا زو يلا بداش كرام فاضي المحلي باضي يلا يلا ايو كده انت لجمسك ايه بنا ادم بس الدنيا عندها معانا داخل حقي بدرياعي حاجة زعل دي يلا خلصني هنقوم وطلق بيضة اللي جاي فز قوم يلا ماشا ماشا متأكن لعلم استخبين هنا حط الطبانجة باشا الكتب خيب انا كدبت عليك مرمجردان ويه على فيه خب ما انسانية مش هنسهلك العمر كله هدهلك ليه لونهار مش محتاج دعواتك وخرها الناس اقولك انا باشا عصانا لايه عامك غلبانا واحدانا ايه رجلي في الدنيا ورجلي في الاخر وما لقاش غيري هروح اتطمن عليها ونمشي على طول وهقول له بثوابه مين عارف فين كتب عيلك دعوتين ربنا يا كامك ان شاء الله قلت يا باشا نجره ادامي ببين الكلام ايه لباشا ايه لباشا ايه لك الاشيال ايه لك ليه مرح تخش معاك اه فرع طبعا ايستاذ تلازم متسميتين محافظين ما تشفوش على حق غريب ايه تتصدق عمية مراباة انا بعدين باقي بالين برج المكة الواحد طيب بسرعة اوام اوام خلصناك سكر انهن باشا بنت عمتي انت خرجت امتى يا حنفي؟ خرجت امتى يا حنفي؟ يا الله مفيش وقت ايه؟ تعمل ايه عندك يا العين؟ مستني حنفي؟ حنفي ميه؟ حنفي القبهة ناعم ارحومك وحنفي القبهة بتاعك ده بيع من ايه؟ ايه تقول؟ معه ايه؟ وزك ودي ايه اللي رجعوا فساعة زي هده؟ هو غير موعيد؟ يا لهو يا لهو افطالي طيب من الجيش فتباقي حاجة انت مش متاعي هانا يا ابو ليش؟ يا خلهوا حرامين حرامين ايه؟ ايه من ازول ايه؟ ما خلاصتا في نار يالا طفتوه الحريقة حريقة ايه أخو انتا ما قلتنوش أصلا كنت معادلنا الصعب في الحارة سمعني السيد بتاعتك تقول حريقة حريقة طلعنا جاني أنا بدخلت لجوه طف الحريقة وقلت لجوه بلغ المطاف ويستنى عشان يجابه حريقة بيدي يالله يالله بينا عميتك برضو القدد وقت تحية باشا يالله فيها خمسين جاندة مش في السجن ان شاء الله يعني مفيش حريقة جوه بيدي ولا حاجة ازايت السدكة هتونع جوه لالله يالله بقولك ايه ايه هتطفين خلاص يا معلق طفاها طفاها تنهار ابو جزوت ومش دا تعالي تعالي ايه الاربية ما تخشش جوه وده بيت ميه ان شاء الله عميتك التانية لا ده بيت اهل دعا رطا احمد اخوة اقولي خايلي والعليل معاه خطف مبارد اخوك ليه علم علمه جباشا يعني ايه خطفوه من غير سبب صبرك ايوب بقولي فيه دا ما يبطروش سيم جيم سيم جيم عاديلنا يا اخوة صمال التحريات اللي عندي بتقولي بقولهو لك هو اللي مصبوط سكتنا لالهربانا حتي بتدي من هنا قولتي ايه ماشي حالفي خلي ورقك كل مغطمة السمسيري اعرفه يدينا ويدينا بتوتو العمر حالفي يا باه احمد كان بشتغل معاكم احمد منوش دوا باي حال دواد في حاله هم مالجا لك منو هو اللي يوصلنا ليهو احنا على قد نحقاتي وغلو زيتنا على قرف منو السيكت خير ولعل الصيع اللي معاه اولم المعمل المحضر 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 مصدر المحضر انت احمد صبر شريف بركات مفتش مباحس افتع انت لجدت الناس كبقشة مفتش 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 مفا مفتش 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 مولاً مشبارك مولاً لا متخالي سامع نسوان بتصوف لا متشغلش بنها يا ف muralدة ده بس اللي بعيتها معاك التطبيق ديام ديامت علي النعمة مو انا فاكر انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاسي دا عدوانه الثلاسي ما خرجتش فحر بكتوبر كنت لسه صغير ممعاش عليها اتعم بيها حلو هوي اي دا تبني لي بقولك ما خرجش من عامل عدوان السلاسي بصير خير مين لا ما تشغلش دماغ دا بوليس خبطتني تكارتك بتقول بوليس دا بنت عسل عسل خير ورشد وبدأ وفاين يا أحمد ما عروبش حد بالأسام دي أخوك حنفي قولنا بتعرفه حنفي دا سبب المصايف كتاب أنا مليش نقعه بحد وما حدش نوع عندي حاجة وما أقربش حد وما تخطف أمرتك ليه ما أقربش ما أقربش حنفي تحرك مكان ساعدني يا أحمد عشان أقدر أساعدك مش هايز من حد حاجة سبولي بحالي يا أخي سبولي بحالي إيه أني بينك وبينهم فتل عياد واسمعني سبني بقى سبني أقب عندك بمي بحالي أقب عندك زاكي يا أحمد خايد ورشاك قولك ولا لسه هو هكون سليمت لهم الفلوس هيا يا جمه هزلين لهم الفلوس هيبقى آخر يوم في عمرك الفلوس داني دافعت منها سنين طويلة جوا السجن من عمري لحق سيب سيب لو سليمت لهم الفلوس هيتلوك وهيتلو دوعه كمان إنت حتى بينهم إمتوا فين إنت بلسك ما إيجي حامل مساء الخير خلاسانة 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 دون يسوان دون ملكان جمال قلعت الكامش يا باش الوقت كانوا بناء في عيني يا باسط للحاجة باشا